مجلس النواب المؤسسات التي تحمل فيها أو تشترك فيها بحصة على أي مكافآة أو مزايا نقدية نظير عضويتهم في مجالس الإدارات مع التوصية على دخول هذه المكافآة والمزايا في حصيلة الميزانية العامة للدولة وتم رفعهما إلى الحكومة الموقرة بصفة الاستعجال أخذت الاقتراحات برغبة التي تقدم بها السادة النواب حيزا من أجواء المناقشة في جلسة مجلس النواب اليوم حيث تمت الموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن فصل ميزانية العلاج في الخارج عن ميزانية وزارة الصحة والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مشاريع صناعية كبرى لاستعاب العاطلين عن العمل في المملكة هذا وقد تم ترحيل الاقتراحين برغبة بشأن قيام الحكومة بإقرار نظام خاص لفواتير الكهرباء والماء لأسر الأرامل والمطلقات الخادعين لقانون الضمان الاجتماعي إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة الأمر لم يختلف مع تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الضمان الاجتماعي فقد تم إحالته إلى اللجنة المختصة لمدة أسبوع لمزيد من الدراسة سحب المقترح جاء بناء على طلب من عدة نواب كان هناك في اختلاف كبير بين أعضاء المجلس وبين أعضاء اللجنة وبين الحكومة فبالتالي سحب المقترح جاء لمصلحة المقترح ومصلحة المواطنين هذا المشروع يجب أن ننوه إلى أنه مشروع مهم لأنه يتعلق بمكتسبات المواطنين نتيجة لأهميته إحنا ارتعينا أن نسحب هذا المشروع لعدة أسباب أولا نتمنى أو نرجو أو نحاول بقدر الإمكان في هذا المجلس أن يحصل المواطن على أكبر قدر ممكن من المكتسبات فإذا حبينا نحاول أن نحصل على أكبر عدد ممكن من المكتسبات للمواطن يجب أن نتأنى في دراسة مشروع بقانون كهذا ومن بين الاقتراحات برغبة التي وافق عليها المجلس هو تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن ارتزام وزارة التجارة بأعداد تقرير ربع سنوي لكافة استجلات التجارية غير المفعلة وحسر الإقامات غير القانونية سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين